موسيقى يوجد في الطبيعة مئة الملايين من الحيوانات والحشرات والكائنات الدقيقة وتؤكد الدرسات أن كل هذه المخلوقات لم توجد عبثا وإنما لها هدف ومهام تقوم بها ولو اختفى نوع من الكائنات فإن ذلك سيؤدي إلى خلل في التوازن البيئي هذا ما حدث مع اختفاء القطط من إحدى الجزر فقد أدى الجهود التخلص من القطط في جزيرة ماكيري الواقع جنوب المحيط الهادية إلى إحداث تدمير بيئي في الجزيرة التي تعتبر أحد معالم التراث العالمي وذلك دون قصد من العلماء وكشف تقرير نشرته مجلة البيئة التطبيقية المتخصصة أن العلماء قرروا التخلص من القطط على الجزيرة ما أدى إلى زيادة هائلة في أعداد الأرانب وأسفر ذلك بصورة غير مباشرة عن إلحاق أضرار كبيرة في بيئة الجزيرة الواقعة بين استراليا والقارة المتجمدة وتمثل الضرار البيئي في تدمير الغطاء النباتي للجزيرة جراء انتشار الأرانب التي تقوم بحفر أنفاق لها للتكاثر والإقامة فيها وتتغذى على النباتات لتعيش وقد أظهرت الصورة التي التقطتها الأقمار الصناعية تغييرا كبيرا في الغطاء النباتي للجزيرة بجانب زيادة هائلة في أعداد الأرانب وقدر التقرير أن نحو 40% من المساحة الجزيرة تغيرت جراء ذلك فيما ألحقت أضرار بالغة ومتوسطة في نحو 20% من المساحة المتبقية واعتبر غياب القطط السبب الرئيسي وراء هذا الدمار البيئي الذي تعرضت له الجزيرة فغيابها أخل بالسلسلة الغذائية على أن الخطر الحقيقي كان سببه الإنسان فهو من كان وراء إحضار القطط والأرانب إلى الجزيرة غير المأهولة وجلب البحار القطط لمكافحة الفئران على الجزيرة التي كانت تهدد بالقضاء على مغزونهم من الحبوب أما الأرانب فقد جلبها البحار عام 1878 لتكون مصدر لتناول اللحوم على أن القطط إلى جانب استياضها للأرانب بدأت تصطاد طيور الجزيرة الناذرة فتقرر التخلص منها عام 1985 ويقدر التقرير تكاليف استعادة الوضع البيئي للجزيرة بنحو 16 مليون دولار ويذكر أن الجزيرة اكتشفت عام 1810 وتتواجد فيها مستعمرات لطائر البطريق وحيوان الفقمة هذه صورة للجزيرة المنكوبة جراء غياب القطط انظروا كيف وضع الله التوازن البيئي في كل شيء وعندما حاول البشر تغيير هذا التوازن حدث الخلل البيئي ونتج عنه تدمير مساحات شاسعة من الغطاء النباتي للجزيرة إن هذا يدعون للتفكر في نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى ألا وهي نعمة التوازن البيئي يقول تعالى وَالْأَرْضَ مَدَدِنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُلْ فِيهَا مَعَنْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُونَ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ إن الله تبارك وتعالى قدر في هذه الأرض أقواتها وسخر لنا كل شيء لخدمتنا بشرط أن نصلح في هذه الأرض ولا نفسد فيها وعندما قام البشر بالحروب المدمرة ومارسوا الفاحش وأكثر من الترف واللهو وتلويث البيئة نتيجة العباث بهذه الأرض كانت النتيجة كما نرى اليوم ارتفاع منسوب البحار وارتفاع معدل درجات الحرارة وارتفاع نسب الغاز الكربون وكل هذه تنظر بفساد أرضنا في السنوات القليلة القادمة كما يؤكد الخبراء نرجو أن تكون قد استمتعتم معنا بهذه الحلقة نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة لمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر